اشتركوا في القناة سادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا مرحبا بكم في ملتقى جديد قاعت مع هذه الدراسات العليا في النجف الأشرف نرحب بكم جميعا نريد مشاركات منكم ان شاء الله وبحوث جديدة في كل ملتقى قادم ان شاء الله اليوم سنأخذ بحثا جديدا من الاخ الاستاذ بشار باقر بحث اليوم سيكون مميز لانه يتحدث عن اللغة او النحو وعلاقته بالقرآن ورأي بعلماء والسنة ايضا في قضية النحو فليتقدم الاخ الاستاذ بشار تفضلي حياك الله استاذ بشار كيف الحال اولا انا يعني عرفت انك متخصص ماجستير لغة وايضا تمارس التدريس في جامعة اللعفر يعني في قسم النحو وهذا تخصص طبعا اليوم يعني احنا اولا يعني الموجودين اليوم مشايخ ما شاء الله كلها من الحوزة ما ادري ما رح تخلص يعني قد ترد عليك اسئلة من كل صوب وحد النقطة اللي احب ان اشير الها استاذ بشار في طرحك البحث تاخذ راحتك يعني تطرح وتبين الفكرة قدر ما تستطيع هل علاقة النحو بالقرآن علاقة سلبية ايجابية لا ادري طبعا هذا ستبين للاخوة استاذ الحضور وسوف ايضا تفعلون معك في الاسئلة تفضل استاذ بشار حياك الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا طبعا بداية لا يخفى علينا مدى اهمية الموقع الذي يشعره خليفة الله فهو الدين كله والأصل الذي تنبثق منه العقائد والأحكام لأن من عرف خليفة الله فقد عرف الله وعرف رسله وعرف ملائكته واليوم الآخر ومن جهله فقد جهل الكل وهذا الأمر يؤكده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله كما جاء في الرواية ثم أخبرك أن أصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام زمانه فمن عرفه عرف الله ودينه ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه ولا يعرف الله ودينه وشرائعه بغير ذلك الإمام كذلك جرى بأن معرفة الرجال دين الله عز وجل الرواية جاءت في كتاب مختصر بصائر الدرجات إذا كان الإيمان بخليفة الله بهذه الدرجة من الأهمية والخطورة إذن لا بد من وجود قانون يقود الناس إلى معرفة هذا الرجل الإلهي ويميزه عن غيره من المدعين لهذا المنصب الجليل زوراً وكذباً وبهتاناً هذا القانون يسمى بقانون معرفة الحجة القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لمعرفة خليفته على الأرض ذكرته الآيات المحكمة والروايات المتكافرة هذا القانون يتكون من ثلاث فقرات الفقرة الأولى الوصية أو النص فقد نص الله سبحانه وتعالى على خليفته آدم وذلك بمحضر الملائكة ومحضر إبليس وأنه خليفته في الأرض قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الفقرة الثانية هي العلم بالنسبة إلى العلم أيضا بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم علمه الأسماء كلها قال تعالى وعلما آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بالنسبة إلى الفقرة الثالثة وهي الدعوة إلى حاكمية الله وقد أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة وإبليس بالسجود لآدم فقال تعالى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه واليوم نجد أن العلماء غير العاملين يبالغون في تقديس قواعد النحو وتعظيم مكانتها فجعلوها ميزانا يوزن به كلام المعصوم ودليلا يتعرفون به على خليفة الله وطريقا يشخصون من خلالها صاحب الدعوة الإلهية الحق فجعلوها قانون يحاكم القرآن ويحاكم كلام الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم فأنزلوها بذلك منزلة القوانين التي يجب على خليفة الله أن يلتزم هذه القواعد وهذه القوانين وعدوا الخروج على هذه القواعد نقصا في الكمال بل وطعنا في العصمة وكأن المعصوم بحسب نظرية هؤلاء العلماء هو الممتنع من مخالفة قواعد النحو كأن المعصوم هو من عصم من مخالفة قواعد النحو بالنسبة إلى دور اللغة في الحياة اللغة يكمن دورها في إنشاء اتصال بين المتكلم وبين التامع كما يقول في كل اللغة الحديث والغاية من اللغة إيصال فكرة أو معنى وهو يتحقق باستعمال الفرد اللغة أو اللهجة المتعارفة بين أفراد بيئته لذلك يقول الدكتور إبراهيم أنيس في تعريف اللغة بأنها نظام عرفي لرؤوز صوتية يستغلها الناس في الاتصال يستغلها الناس في الاتصال بعضهم ببعض فالإنسان يكتسب لغته من البيئة التي يعيش فيها والإمام طبعا كونه فردا من أفراد هذه البيئة يكلم قومه باللغة الدارجة واللغة المتعارفة بينهم وهذا ما يؤكده القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم إذن يكفي المعصوم أن يوصل الرسالة التي يحملها إلى الناس ولا يلزمه على الإطلاق أن يراعي ما توقع الناس على تسميته بالأرقى والأفصح والأفضل وما إلى ذلك ويكفي في إثبات بطلان أن قواعد النحو يحاكم بها القرآن والمعصومون أن القرآن الكريم خالف هذه القواعد في موارد كثيرة القرآن الكريم خالف قواعد النحو في موارد كثيرة وهذا دليل على أن القواعد النحو لا تصلح لأن تكون ميزانا محاكمة المعصومين بهذه القواعد طبعا الآيات التي خرجت على قواعد النحو هي كثيرة لكن نقتصر على ذكر البعض من هذه الآيات مراعاة للوقت نذكر مثال لذلك القاعدة الأولى التي يذكرها النحات يقولون المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب بمعنى أن المعطوف عليه إذا كان مرفوعا يكون المعطوف أيضا مرفوعا إذا كان المعطوف عليه منصوبا يكون المعطوف أيضا مغطوبا وهلما جرا يقول المبرد بهذا الصدد وهذه الحروف أي حروف العط تدخل الثاني في الإعراب فيما دخلت فيه الأول وهو نفس المعنى الذي ذكرناه وأشرناه في أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب لكن هل التزم القرآن بهذه القاعدة المسلمة عند النحات الجواب هو أن القرآن خالف هذه القاعدة في موارد وليس في موارد واحد لكن نقتصر على ذكر موارد واحد فقط من هذه الموارد في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون هنا المعطوف هو كلمة الصابئون الصابئون جاءت مرفوعة بالواو لأنها جمع مذكر سالم المعطوف عليه اسم إن اسم إن المنصوب إذن القرآن الكريم هنا عطف المرفوع على المنصوب عطف المرفوع وهو الصابئون على المنصوب والصواب بحسب قواعد النحات أن يقول والصابئين والصابئين لأن المعطوف عليه منصوب ويفترض أن يكون المعطوف أيضا منصوبا بحسب القواعد التي ذكروها نأتي الآن إلى ذكر الموارد الثاني من المواضع التي خالف فيها القرآن قواعد النحو تقول القاعدة النحوية تمييز الأعداد من 11 إلى 99 مفرد منصوب بمعنى المعدود الذي يأتي بعد العدد يكون بصيغة المفرد ولا يجوز جمعه عند جمهور النحات هذه القاعدة النحوية التي يذكرها النحات القرآن الكريم خالف هذه القاعدة في مورد في قوله تعالى وقطعناهم 12 أسباطا العدد هو 12 والمعدود أو التمييز هو أسباطا وهنا التمييز جاء بصيغة الجمع وهو خلاف ما صرح به النحات من أن التمييز يجب أن يكون بصيغة المفرد فخالفت الآية المباركة القاعدة النحوية المسلمة عند جمهور النحات نأتي الآن إلى موقف أهل البيت سلام الله عليهم من قواعد النحو طبعا موقف أهل البيت لا يتلف عن موقف القرآن الكريم تجاه القواعد النحوية ونذكر لذلك نموذجا واحدا في قوله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون نأتي إلى الرواية التي بيّنت قراءة الإمام الصادق سلام الله عليه لكلمة نوح الواردة في الآية المباركة عن محمد بن مسلم قال قرأ أبو عبد الله سلام الله عليه ولقد نادانا نوحا ولقد نادانا نوحا قلت نوح ثم قلت جعلت في ذاكا لو نظرت في هذا أعني العربية فقال دعني من سهككم هنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قرأ كلمة نوحا بالنصب بالرغم من كون كلمة نوح هنا فاعل ولقد نادانا نوح النوح هو الفاعل وهو الذي قام بالنداء فالإمام سلام الله عليه هنا نصب الفاعل هنا تنبه الناقل أو الراوي للرواية لهذه المخالفة النحوية فأشعر إلى الإمام صلوات الله عليه بتعلم قواعد النحو الإمام عليه السلام أجابه إجابة بينا فيها قيمة ومنزلة هذه القواعد فقال صلوات الله عليه دعني من سهككم بمعنى أنه شبه قواعد النحو السهك والسهك هي الرائحة الكريهة والنتنة نأتي إلى موقف أو الروايات الواردة في كتب السنة والتي خرجت على قواعد النحو هناك أيضا في كتب ومصادر السنة العديد من الروايات التي خالفت قواعد نذكر من ذلك موردا واحدا يقول النحات بأن الأداء إن من الأحرف المشبهة بالفعل تنصب الأول وترفع الثاني الآن نأتي إلى هذه الرواية الواردة في كتاب السنن الكبرى وكتاب الديباج على صحيح مسلم لنرى ما إذا كانت الرواية وافقت هذه القاعدة النحوية أم خرجت عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هنا كلمة المصورون اسم إنه المصورون اسم إنه وجاءت هذه الكلمة مرفوعة والصواب بحسب قواعد النحات أن يقول المصورين والسبب كما بكرنا لكون اسم إنه فخالفت الرواية الواردة القواعد التي ذكرها النحات لم يقتصر الأمر على القرآن وعلى السنة في مخالفتهم لقواعد النحو بل العلماء أيضا خرجوا على قواعد النحو في كثير من الموارد نذكر نموذجا لذلك القراء السبعة والعشر القراء السبعة والعشر أيضا لديه مخالفات عديدة وكثيرة لقواعد النحو بل وحتى دخلوا في صراعات مع النحات الموارد التي خالف فيها القراء السبعة والعشر القواعد وهي كثيرة لكن نقتصر على ذكر مورد واحد في قوله تعالى وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ هنا قرأ عاصم وهو أحد القراء السبعة قرأ نجي نجي المؤمنين بجيم مشددة يقول الواحد صاحب التفسير الوسيط يقول وجميع النحويين حكموا هذه القراءة بالغلط وأنها لحن إذن قراءة سبعية يصفونها بأنها طلط ولحن والسبب كون هذه القراءة خرجت على قواعد النحوية كذلك أيضا الشعراء كثير من أشعارهم القواعد النحوية أيضا نذكر لذلك نموذج واحدا يذكر البغدادي في كتابه خزانة الأدب أن عبدالله بن إسحاق الحضرمي وهو أول من بعج القياس وبعج النحو وضع القياس في النحو اعترق على الفرزدق الشاعر المعروف قوله وعض زمان يبن مروانه لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف هنا قال الحضرمي للفرزدق بما رفعت أو مجلف أجاب الفرز قائلا بما يسوءك وينوءك علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا هذا نموذج واحد من النماذج التي خرج فيها الشعراء والقراء لقواعد النحو وطبعا جدير بالذكر أن ما يسميه النحات بالخطأ لا يعدو كونه مخالف لقواعد النحو لأن قولنا خطأ يستبطن معنى أن هذه القواعد هي قوانين صحيحة ولا يجوز الخروج عليها بأي حال من الأحوال فإذا ما يسميه النحات بأنه خطأ أو غلط أو لحن هو لا يعدو كونه مخالف فقط لقواعد النحو طبعا فيما يتعلق بالنصوص التي خرجت على هذه القواعد حاول العلماء التوفيق بين هذه النصوص المخالفة وبين قواعد النحو فلجأوا إلى إيجاد تأويلات إلى هذه النصوص المخالفة التأويلات التي ذكرها النحات بهذا الخصوص لا تخلو من الضعف عدة وجوه نذكر منها أولا إن مجرد اللجوء إلى التأويل يدلوا وجود مخالفة لقواعد النحو يسعى النحات من خلال هذه التأويلات إلى إيجاد تبرير لهذه المخالفات وطبعا هذا ينقض اعتقادهم القائم على أساس أن قواعد النحو قواعد معصومة ولا يجوز مخالفتها بحال المسألة الأخرى إن التأويل باب واسع يسوغ لكل أحد أن يخرج على قواعد النحو ثم يجد له مخرجا بحمله على وجه من وجوه التأويل وبالتالي تفقد هذه القواعد قيمتها بقيت مسألة مهمة ينبغي أن نشير إليها وهي وضع الإمام علي سلام الله عليه لقواعد النحو طبعا الكثير من الباحثين يذكرون بأن علي عليه السلام هو من وضع قواعد النحو لكن السؤال هو هل وضع الإمام علي عليه السلام قواعد النحو الجواب كلا ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو ما يأتي أولا طراب الروايات الواردة بهذا الصدد وتناقضها يجعلها ساقطة عن الاعتبار لأنه يتعذر على المرء يخرج بفكرة واضحة عن النشأة الأولى من خلال الروايات الواردة بهذا الصدد لأنه عند مراجعة المصادر والكتب نجد أن هناك أربع عشرة روايات تتحدث عن وضع ونشأة النحو وهذه الروايات كلها متضاربة هذه الروايات كلها متضاربة لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات الواردة بهذا الشأن المثال الأخرى توجد أو يوجد الكثير من الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله والعلم وعن أهل بيته سلام الله عليهم تؤكد عدم الاهتمام بعلم النحو وأكدوا أن ما يستحق بذل الوقت والجهد في سبيل تحصيله هو علوم الكتاب والسنة ومحال أن يتخذ الرسول ويتخذ أهل البيت موقفاً معارضاً لعلم أسسه الإمام علي سلام الله عليه نذكر لذلك نموذجاً واحداً وهو رواية الإمام الصادق سلام الله عليه قال من انهمك في النحو سلب الخشوع الدليل الآخر يفترض في العلم الذي يضعه الإمام عليه سلام الله عليه أن يتصف بالشمولية والكامل لكن ما نراه في النحو هو المزيد من الخلافات والمآخذ والثغرات والتناقضات كلها ناجمة عن الاستقراء الناقص للغة أضف إلى ذلك مخطط القرآن الكريم والروايات لقواعد النحو كذلك من الأدب التي نستند إليها في إثبات أن علي عليه السلام وضع علم النحو هو أنه الروايات التي ذكرت وضع علي عليه السلام للنحو لم تصدر عن أئمة أهل البيت كل الروايات التي وردت بهذا الشأن إنما جاء عن طريق غيرهم ولو كان الإمام علي عليه السلام هو من وضع هواعد النحو لورد ذلك على لسان أئمة أهل البيت أختم بحثي هذا بجواب للإمام أحمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه في جوابه لسؤال وجه إليه بهذا الخصوص كما ورد في كتاب الجواب المنير في الجزء الثالث السؤال 236 هذا نص السؤال سيدي أنكرت تدريس اللغة العربية والنحو لكن ماذا عما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في تعليمه النحو لأبي الأسود الدؤلي فجاء جوابه سلام الله عليه لم أنكر أو أمنع أحدا من دراسة اللغة العربية وهناك أنصار هم أساتذة جامعيين ويدرسون اللغة العربية بل قلت بأنها قواعد استقرائية تحتمل الخطأ في بعض الأحيان فلا يمكن اعتبارها قانونا يحاكم القرآن وكلام الأنبياء والأوصياء وإلا فإنهم يقرون للنصارى نقضهم على القرآن بواسطة قواعد اللغة العربية الوضعية وإن كنت مطلعا على اللغة العربية ستجد أن هناك أكثر من مدرسة نحوية ولكل مدرسة قواعدها التي تختلف عن الأخرى فأيها الحقيقة وأيها الوهم والباطل إلى أن يقول سلام الله عليه واعلم أن العرب كانوا يتكلمون بأكثر من لغة فصحة منها لغة تعامل الأفعال الخمسة في حال النصب والجزم والرفع بخلاف ما عليه قواعد اللغة الموضوعة تماما أما إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر بكتابة قواعد اللغة العربية فهذا كلام غير صحيح ولا علاقة له بالحقيقة وإن كنتم تعتقدون أن هذا مدح لعلي عليه السلام فعلي في غنى عن هذا وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا الله مصلي على محمد وآل محمد لأم المهديين أساك الله خير أستاذ بشار طبعا أهنيكم من كل قلبي على هذا الموضوع الحساس والمهم وبنفس الوقت أدائكم الرائع طريقة تقديم الموضوع كان طريقة أرى البشارة على وجوه الأخوة الحاضرين شكرا بشار يعني هذا أم يعني دخلنا في مسألة أستاذ بشار درست اللغة العربية وتحدثت اللغة العربية وتريد أن تدرسها وهذا الشيء يستطيع أن يكون لكم هذا الحضور في مسألة تدريس اللغة العربية يخطر على بالي مسألة حقيقة أحببت أن أذكرها يا ترى هؤلاء الذين يقرون الأدعية يعني عندنا مثلا الصحيفة السجادية الذين يقرون الأدعية يقرونها باللغة الفصحة يا ترى هؤلاء الذين لا يعرفون أن يقرون باللغة الفصحة ويقرون في الصحيفة السجادية هل سيقبل الله من هؤلاء أم من هؤلاء أكيد يعني الله سبحانه وتعالى عادل ولا أعتقد أن إذا قرأ وأخطأ في النحو أن لا يقبل الله منه الدعاء لمست من خلال البحث أيضا أنك تعرضت إلى أن النحو قد خالفه القرآن في مواضع متعددة فيا ترى هل نحو حج على القرآن أم القرآن حج على النحو يفترض أن يكون القرآن هو حجة على النحو لكن ما نراه هو خلاف ذلك أنهم جعلوا قواعد النحو هي الحاكمة على القرآن بل وعلى معصومين أيضا لكن الأصل أنه عندما ترجع إلى أقوال النحات تجدهم يقولون بأنهم أفصح النصوص والقرآن الكريم أفصح نص وردنا هو القرآن الكريم لكن عندما ترجع إلى اعتمادهم على نصوص القرآن الكريم في استنباط أو في استقراء القواعد النحوية تجد أن القرآن يأتي بالمرتبة الثانية اعتمادهم كان بالدرجة الأولى على الأشعار لكن بعد ذلك يأتي القرآن الكريم ثم بعد ذلك تأتي السنة النبوية لم نلمس في التاريخ أستاذ بشار يعني أن أحدا من عتاة قريش أو جبابرتها أو كبار قريش حاكم النبي صلوات الله عليه وآله وهو الذي جاء بالقرآن حاكمه على مسألة تتعلق بلغة القرآن أو قال له أن هذا فيه خطأ معنك بينتن بعض الآيات هي تخالف مبادئ النحو يا ترى هل هذا يعني جاء بعد أن أسست لقواعد النحو يا ترى متى أسست قواعد النحو حقيقة هي معلومة ممكن أن نستفاد منها قواعد النحو طبعا تأسيسها كان متأخرا عن نزول القرآن الكريم لكن فيما يتعلق بعدم احتجاج مثلا سادة قريش على هذه المخالفات يذكر بعض العلماء بأنه ربما كانت هذه المخالفات يعني مسموحة لديهم لم تكن هناك قواعد لم حتى في حال عدم وجود قواعد يعني بهذه المخالفات القواعد النحو يعني لم يكن بالأمر الممنوع طيب هما قالوا همد الأخير اتي بقرآن غير هذا أو بدله الظهر القرآن كلما عجبهم فالقضية ما قضيت نحو قدر ما ليفهمنا من جنابك طيب أيضا ممكن أن نأخذ أسئلة من الأخوة الحضور طالما أن الموضوع والأخوة أكثرهم أساتذة أيضا في الحوزة ولهم أيضا رأي فيما طرحته إذا أكو أحد الأخوة عنده سؤال نعم أستاذ الشيخنا ممكن أستاذ رأي بالمايك نسمع من الأخ الشيخ عارف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالحق هي مداخلة وبعدين سؤال بسيط المداخلة أنه في رواية محمد بن المسلم محمد بن المسلم رغم أنه كان أشار على الإمام بالنظر في العربية لكنه لم يشك ولم يتردد في أن الإمام الصادق هو حجة الله ومعصوم إذن ثابت ولا شك الطبقة التي من بعدها من الرواة اللي نقلوا الحديث كان عنده مسلم أن هذه القضايا لا تؤثر على عصمة المعصوم بدليل هو لم يكن شاكا وكان مؤمنا بالإمام محمد المسلم معروف من أصحاب الإجماع ومن ثقات وحوار الإمام الصادق عليه السلام السؤال أستاذنا العزيز قول الصادق عليه السلام عربوا كلامنا فإننا قوم فصحاء فصحاء هل لهذا الحديث علاقة بقواعد اللغة أو كان يعنيها أم ليس له علاقة ولا يعنيها عربوا كلامنا هذه الرواية أشار إليها الدكتور الدراوي في بحثه أن قيم بحث حول العصمة أشار إلى أنه هذه الرواية تحتمل على الاحتمالات هذه الاحتمالات أنه بين أسرار وغوامض كلامنا بأننا قوم فصحاء الفصاحة هو البيان البيان وإظهار الشيء فهنا الإمام سلام الله عليه يشير إلى أن نقوم لأنه الإمام سلام الله في روايات أخرى ذكر بأننا علينا أن نلقي الأصول وعليكم بالتفريع فهنا الإمام يبين ويوصي أصحابه بأن يقوموا ببيان وتوضيح الأسرار وغوامض كلامهم سلام الله عليهم للآخرين أما أن يكون المقصود به هو الإعراب فالإمام الصادق سلام الله كما ذكرنا هو نفسه خالف قواعد النحو فكيف يأمر أصحابه بتطبيق قواعد النحو والالتزام بها حرفيا أحسنت إذا كان أيضا هناك من الأخوة من يسأل أكعدنا بعض سائل ساتذ الأخوان نعم الشيخ صادق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد الأمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا لا شك أن اللغة هي وسيلة التفاهم ما بين العقلاء وعادة عندما تأتينا مسألة من متكلم وإذا كان المتكلم حاضرا وحصل شبهة في هذه المسألة أو في المعاني التي تكلم بها أو اللغة التي تكلم بها بالمتكلم نرجع عليه في إحكام هذه المسألة ولكن المسألة والمشكلة تأتينا في حال أنه المتكلم في زمان والسامع في زمان آخر يعني أقصد المنقول عن المتكلم هنا تبقى المشكلة كيف تفهم أو ما هي أو البديل الذي ممكن أن نستعيض عنه في حال لو أسقطت القواعد اللغوية كيف يفهم أنه المتكلم بالخصوص إذا كان هو في زمان والسامع في زمان آخر أو كما قلت المنقول له المنقول إلينا من زمان آخر كيف نحل هذه المشكلة طبعا بالنسبة إلى البحث الذي ذكرته هو لا يعني إسقاط قواعد النحو هذا مسألة أنا لم أشر إلى مسألة إسقاط قواعد النحو تماما نعم النحو وسيلة من وسائل الاتصال والتفاهم لكن مسألة أن تكون قواعد النحو هي قانون لمعرفة الحجة أو هي الحاكمة على كلام المعصومين فهذا الأمر هو الذي أشرت إليه وهذا الأمر غير وارد وذكرت مخالفة القرآن الكريم والسنة النبوية لهذه القواعد فالإمام أيضا إمام محمد حسن سلام الله عليه ذكر بأنه الغاية من ذكر هذه المسائل هو أن قواعد النحو قواعد وضعية تحتمل الخطأ قواعد النحو قواعد وضعية تحتمل الخطأ أما أن قواعد النحو هي كلها ساقطة ولا يجوز الاعتماد عليها أبدا في شيء هذا الأمر لم نذكره ولا يمكن أن نقول به بل ما نقوله هو أن هذه القواعد هي استقرائية ومبنية على الاستقراء ناقص وعلى النحات أن يعيدوا النظر في هذه القواعد ولا يعتبروها حاكما على كلام المعصومين نعم يمكن الاعتماد على ظاهر الكلام في تأويل النصوص ولذلك حتى النقاد عندما يأتيون إلى ملجأون إلى تحليل الأبيات الشعرية هو لم يسمع من الشاعر ولا يعرف قصد الشاعر لكن يعتمد على ظاهر اللفظ في تأويل مغزى كلامه لدينا وهذه التي تفضلت بجنابك أيضا أنا أذكر أن الرقارات الرواية أنه لا يضر هو علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهله إذا كان هناك أيضا من الأخوة السعادين أعتقد لم يبقى لدينا وقت إن شاء الله نستضيفك في حلقات لاحظة أستاذ بشار وطبعا أدائك رائع وأشكرك بالنيابة عن الأخوة الحضور جميعا طبعا هذا مو تحييز للأستاذ بشار لكن أنا حقيقا هذا رأيي شخصي شكرا لك أستاذ بشار وجزاك الله خير شكرا أيضا لكل الأخوة الذين ساهموا في إثراء هذا الملتقى بالأسئلة للأخوة أستاذ المشايخ أستاذ أبو آية ممكن توزع لنا هذا الاستفتاء أيضا نذكر في أن كل حلقة كل ملتقى سيكون هناك استفتاء للبحث الذي يطرح ومع كل عشرة بحوث سيصار إلى اختيار ثلاثة بحوث تكون هي الأفضل من بين هذه البحوث العشرة وأيضا نحث الأخوة الكرام جميعا على أن يثروا هذا الملتقى بمزيد من البحوث التي تتناول أفكار معينة مفيدة ونافعة وبناءة للمجتمع فإن كان هذا البحث سيفيد المجتمع هذا أيضا سينمي من تواصل الناس بما بينهم فشكرا جزيلا لكم وعلى حضوركم ونتمنى أن نلقاكم في ملتقيات قادمة ففي أمان الله ورعايته وحبه اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر